كشفت رسائل متبادلة بين أحد الأطباء في مدينة جدة والجمعية العالمية للأمراض المعدية تفاصيل الفيروس الغامض من نوع كورونا والذي أعلن عنه قبل بضعة أيام قصة الفيروس الغامض بدأت تفاصيلها في مدينة جدة السعودية وذلك بعد وصول إحدى الحالات التي ظهر عليها أثار الإنفلونزا لإحدى المستشفيات الخاصة وكان ذلك في العشر من سبتمبر الحالي حيث بشر أحد الأطباء حالة المريض الذي كان في الستين من عمره وشخصت حالته أنه يعاني من إنفلونزا حادة وفشل كلوي وتم عزل الفيروس من الحالة لتحليله من قبل أحد أطباء الأحياء الدقيقة لتكون النتيجة الأولى أن هذا الفيروس هو من نوع كورونا وليعود الطبيب ليتأكد من هذه التفاصيل عبر تحليل الفيروس بمختبر متخصص في هولندا المختبر الهولندي أكد أن الفيروس ليس من أنواع الإنفلونزا A أو B بل هو فيروس غامض من عائلة الكورونا والتي ينتمي إليها الفيروس المسبب للسارس والذي أودى بحياة 800 إنسان منذ نحو 10 سنوات وبعد مرور سبعة أيام تقريبا أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اكتشاف هذا الفيروس وتسببه في حالتي وفاة وإصابة شخص ثالث ولتصدر منظمة الصحة العالمية في نفس اليوم تنبيها عالميا بشأن هذا الفيروس الغامض الصحة السعودية تراقب حاليا هذا الوضع عن كثب خصوصا مع اقتراب موسم الحج إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية حثت كافة العاملين في المجال الطبي في شتى أنحاء العالم بالإبلاغ عن أي مريض مصاب بعدوى حادة في الجهاز التنفسي وربما يكون قد سافر إلى السعودية أو قطر محمد اليوسي العربية اشتركوا في القناة